السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء وإخوة الكرام إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من مكة المكرمة ويهاجر مع صاحبه سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى مدينة المنورة طلب من سيدنا علي نضي الله عنه أن ينام في فراشه وكان المشيكون قد خططوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أطلع نبيه الكريم على خطة المشيكون الشنيعة وصار سيدنا علي على علم بذلك أيضا ورغم ذلك نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخف مع أنه يمكن أن يشتبه المشيكون به فيقتلوه ولكنه كان مستحدا لأن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بروحه ورغم ذلك فإن الرسول الكريم قال مطمئن الله أن يصيبك منهم شيء تكره وذلك ليطمئنه ويسكن قلبه أحبتي أرأيتم كيف كانت محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان سيدنا علي من شبان الصحابة كانت أرواحهم ودماؤهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فازوا بالدنيا والآخرة رضوان الله عليه المجمعين هؤلاء الأبطال قدوتنا وعلى رأسهم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فداه أبي أمي صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شكرا للمشاهدة